السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع إفادة الحس الجديدة اليوم لدينا طرسا في الصرف والتحويل اسم الفاعل والمفعول أقرأ وأفهم عرف التاريخ عصورا متميزة بمخترعاتها وأزمنة معروفة بمبتكريها ودون لزمن النار التي اشتعلت فانتعشت الحياة الخاملة وسعت بدأ بالنحو التطور والرقي ودون التاريخ لعصر العجلة التي دارت فحملت الإنسانية إلى مدارج التقدم التي يؤشر عليها عصر الحاسوب والإنترنت والهواتف الدكية أقرأ الجواب وأطرح السؤال هنا لدينا أجوبة نحن سنقوم بطرح السؤال تميزة العصور التي سجل لنا التاريخ بمخترعاتها شنو غد يكون السؤال هنا في الجواب عدنا هو بمخترعاتها إذن السؤال غد يكون بما تميزة العصور التي سجل لنا التاريخ تميزة بمخترعاتها الأزمنة معروفة بمبتكريها شنو السؤال غد يكون؟ بما عرفت الأزمنة؟ عرفت بمبتكريها انتعشت الحياة البشرية الخاملة بعد اكتشاف النار شنو غد نقوله؟ الجواب عندنا هو الخاملة يعني غد نسوله كيف هي الحياة البشرية؟ الحياة البشرية خاملة إذن هذه هما الأسئلة اللي غد نطرحه بما تميزت العصور التي سجل لنا التاريخ؟ سؤال ثاني بما عرفت الأزمنة؟ كيف هي الحياة البشرية؟ أكتشف وأبني ألاحظ الكلمات وأتم الجدول هنا لدينا جدول فيها كلمة علينا استخراج الفعل الماضي منها الفعل المضارع وزن الفعل المضارع ووزنه الكلمة عندنا خامل شنو الماضي دي الخامل هو خاملة خاملة المضارع يخمل وزن الفعل المضارع يخمل وزنها يفعل يفعل ووزن الكلمة الكلمة اللي هي خامل وزنها فاعل مبتكر الماضي دي المبتكر ابتكر المضارع يبتكر يبتكر وزن الفعل المضارع يفتعل يبتكر على وزن يفتعل وزن الكلمة مبتكر وزنها مفتعل مفتعل معروف الفعل الماضي دي المعروف عرف مضارع يعرف يعرف وزن الفعل مضارع وزن دي اللي يعرف هي يفعل يفعل وزن الكلمة معروف وزنها مفعول مفعول مخترع ماضي دي المخترع اخترع 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 ومضارعها ي يخترع وزن الفعل مضارع وزن يخترع يفتعل 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 وزن الكلمة مخترع وزنها مفتعل 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 الانسان العجلة فهو كدير الانسان هو مبتكر مبتكر يعني اسم فاعل مبتكر ماذا ماذا نسمي هذا النوع من الاسماء خاملة مبتكر كنسميها اسم فاعل يعني هو القائمة يعني هو من قام بالفعل يعني الانسان هو من اخترع العجلة احدد نوع الفعل الذي صيغ منه الاسماء هنا خاملة هل صيغة من فعل ثلاثي او غير ثلاثي صيغة من فعل ثلاثي لهو خاملة مبتكر صيغة من فعل ابتكار وهو فعل خماسي يعني غير ثلاثي صيغة من غير الثلاثي اقارن بين نوع الفعل ووزن الكلمة هدي نقول سؤال الرابع هو هذا اسم الفاعل يصاغ من الفعل هذا هو وزن الفعل الفعل ثلاثي على وزن فاعل يعني اسم الفاعل ممكن اشتقوه من الفعل ثلاثي ثلاثي يعني في ثلاث أحرف الاسم الفاعل يصاغ على وزن فاعل بحال كتاب هو فعل ثلاثي اسم الفاعل دي الكتاب كاتب فاعل واسم الفاعل يصاغ من الفعل غير ثلاثي يعني ربع خمس سداثي يصاغ على وزن ماذا على وزن مضارعه يعني كان جيب الفعل كان حول المضارع وكان بدل مع ابدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما فعل غير ثلاثي كان حول المضارع شنو المضارع دي الاستعمال يستعمل اول حاجة كان حول المضارع مع ابدال حرف المضارع فينو حرف المضارع هو الياء باش كان بدله بميم مضمومة كان حيد هاد الياء وكان رد ها موم وكان كتب الحرف الاخرى كما هي وكان جيو حتى الحرف ما قبل الاخر وكان ديرولو كسر مستعر فين هو الحرف ما قبل الاخر هو الميم كان ديرولو كسر مستعمل استخرج كان ردوها في المضارع يستخرج كان حيد الياء ردوها ميم وكان كسر ما قبل الاخر مستخرج هاد هي طريقة استخراج اسم الفاعل من الفعل غير ثلاثي نمر السؤال الخامس استثمر ما سبق وأكمل الخطاط يعني هاد شي اللي دي جاش فينا هاد نستثمر اسم الفاعل هو اسم مشتق من الفعل للدلالة على القائم بالفعل لكي ندل على من قام بالفعل للدلالة على القائم بالفعل ويصاغ من التلات على وزن كما دي جاش على وزن فاعل يك ويساغ من غير ثلاثي على وزن مضارعه وغادي سكمل داك شي على وزن مضارعه مع ابدال مضارعه حرف المضارعه ميمان مضمومة ميمان مضمومة وكسر مخترعه 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 ماذا نسمي هذا النوع من الأسماء كنسميه اسم مفعول اسم اسم المفعول أحدد نوع الفعل الذي صيغت منه الكلمة عندنا كلمة معروف هل صيغت من التلاثي أو من غير تلاثي هو الفعل الذي صيغت منه معروف هو فعل عرافة إذن هو تلاثي صيغت من التلاثي مخترع صيغت من غير تلاثي اخترع يعني غير تولتي وقارن بين نوعي الفعل ووزني الكلمات يعني كما درنا الاسم الفاعل سنقوم بأن اسم المفعول يساغ من الفعل تولتي على وزن مفعول كما قلنا كتابة اسم الفاعل ديالها كاتب على وزن فاعل اسم المفعول ديال كتابة على وزن مفعول ندرو مكتوب ويساغ من الفعل غير تولتي على وزن مضارعه بابدال حرف المضارعة حتى هي ميما مضمومة ولكن الفرق لكين في اسم المفعول كنفتحه ما قبل آخر ما كنكسروه شبح الاسم الفاعل وفتحه ما قبل آخره مثلا يختارع ديجا كنعدنا اختارع في الماضي اختارع كنحولوه المضارع يختارع وكنبدلوها الحرف المضارع الياء كنبدلوها بالميم المضمومة وفتحه ما قبل آخره ما قبل آخر هو الراء كنحيدوه الكسر وكنفتحوه كتولي مختارع هذه طريقة سياغة اسم المفعول من الفعل غير تولاتي وصلنا سؤال تاسع استثمر ما سبق وأتمموه وأتموه الخطاطة اسم المفعول لماذا يشتق اسم المفعول؟ يشتق اسم المفعول من الفعل المضارع لماذا؟ للدلالة على من وقع عليه الفعل ويساغ من الثلاثي على وزن مفعول ويساغ من غير ثلاثي على وزني يعني هنعودو نكتبو دك القاعدة اللي كتبنا من غير ثلاثي على وزني على وزني مضارعه مضارعه مع إبدالي هذي نديرو حرف المضارعتي باش كنبدلوها حف المضارع ميمن مضمومة مع إبدالي حرف المضارعتي ميمن مضمومة وفتحي ما قبل آخره صفي؟ هذه هي يشتق اسم المفعول يشتق من الفعل المضارع للدلالة على من وقع عليه الفعل ويساغ من الثلاثي على وزني مفعول ويساغ من غير ثلاثي على وزني مضارعه مع إبدالي حرف المضارع ميمن مضمومة وفتحي ما قبل آخره وهذا الشيء اللي سنشوفه في الاستنتاج دينا أو القاعدة دينا نقول بأن اسم الفاعل هو اسم مشتق من الفعل للدلالة على القائم بالفعل ويساغ من الثلاثي على وزن فاعل مثل صنع صانع عرف عارف سأل سائل ويساغ من غير ثلاثي على وزني مضارعه مع إبدال حرف المضارعه ميمن مضمومة وكسر ما قبل آخره مثل يبتكر مبتكر يخترع مخترع اسم المفعول أو اسم مشتق من الفعل المضارع للدلالة على من وقع عليه الفعل ويساغ من الثلاثي على وزن مفعول صنع مصنوع عرف معروف هذا الفعل الثلاثي ما فيش يعني إشكال ويساغ من غير ثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعات ميمن مضمومة وفتحي ما قبل آخره مثل يخرج مخرج اشتحي دينا بدلناها ميمن مضمومة وفتحنا ما قبل آخر يخترع مخترع أطبق وأوظف أسوغ اسم الفاعل من الأفعال التالية هذه الأفعال سننسوغ لها اسم الفاعل بحثة صنع طارة سيطرة تقدم وتطور هنا لدينا أفعال ثلاثية وأفعال غير ثلاثية لنطبق القاعدة اللي شفنا الفعل ثلاثي بحثة لدينا أول فعل هو بحثة شنو الاسم الفاعل من ثلاثي على وزن فاعل باحث صنع صانع طار طائر هادو أفعال غير ثلاثية شنو نديرو لها؟ نديرو المضارع سيطرة يسيطر حول هالمضارع وعد نبدلو الحرف المضارع عميما ونكسروا ما قبل آخر يسيطر مسيطر تقدم يتقدم متقدم تطور يتطور متطور صفي؟ هادي كيفية سياغة يعني اسم الفاعل من ثلاثي وغير غير ثلاثي دا بغضي نسغو اسم المفعول من الأفعال التالية سحب تأمل دونة افترضة وتتجاهل هذا تتجاهل دا يجرى في المضارع هادي نديرو بحلالكا سحب هذا فعل ثلاثي يعني اسم المفعول كيشتق على وزن ولا يساغ على وزن مفعول مسحوب سحب مسحوب تأمل يتأمل متأمل ميم المضارعة يعني ميم استبدال حرف المضارعة بميم مضمومة وفتح ما قبل آخر يتأمل متأمل دون يدون مدون افترض يفترض مفترض تتجاهل خليناها نفسها في المضارع تتجاهل وبطلنا التأب الياء متجاهلات داك نشوفوا السؤال الثالث وتموا الجدول التالي الفعل عندنا الفعل نوعه دارسة ثلاثي مضارعه يدرس اسم الفاعل من درسة على وزن فاعل دارس سيغته فاعل اسم المفعول على وزن مفعول مدروس سيغته مفعول حرك هذا فعل غير تولاتي حركه غير ثلاثي مضارعه يحرك يحرك اسم الفاعل كنا نحاوله نحاوله المضارع كنا نبدلو الياء بالميم مضمومة محا الريكون وكنا نكسروه ما قبل آخر محا الريكون سيغته مفاعل مفاعل اسم المفعول اسم المفعول هادي نحتفظه بالميم المضمومة وغادي نفتحه ما قبل آخر محرك محرك سيغته مفاعل 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 سأل نوعه ثلاثي يك ثلاثي مضارعه يسأل يسأل سأل يسأل اسم الفاعل فاعل يعني سائل سيغته فاعل اسم المفعول مسؤول يعني قلنا اسم المفعول من فعل ثلاثي على وزن مفعول مسؤول سيغته مفعول مفعول أخرج غير غير ثلاثي مضارعه أخرج يخرج يخرج في المضارع يخرج اسم الفاعل كنديرو الميم المضمومة ونكسر ما قبل آخر مخرج سيغته مفعيل 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 مخرج قلنا صيغته مفعيل واسم المفعول مخرج وصيغته مفعيل سؤال موالي سؤال الرابع أسوغ اسم الفاعل من الأفعال التالية ثم أركبه في جملة لدينا فعل نفع اسم الفاعل هي نافع جرد اسم الفاعل من جرد مجرد سمت سامت وخصنا نركبها في جمل هدي نديرو بحال هكا نفع اسم الفاعل نافع على وزن فاعل في جملة هذا مطار نافع جرد يعني قلنا هذا فعل غير تولتي كان نبدلوه حرف المضارع عميما مضمومة وكنكسروا ما قبل آخر مجرد في جملة اللس مجرد المارة من ممتلكاتهم هذه نقطة دي الجيم اللس اللس مجرد المارة من ممتلكاتهم يعني يسلبهم ممتلكاتهم سمت سامت في جملة الطفل سامت مثلا أسوغ اسم المفعول من الأفعال التالية ثم أملأ به الفراغ ابتكرا ندير لها اسم المفعول ديالها طوّر كذلك وتتطلب ونملأ بها هاد الفراغات استعمل الإنسان ماذا استعمل الإنسان بعدها اسم المفعول من ابتكرا مبتكرا مبتكرا استعمل الإنسان ندير هنا مبتكرات لخلق حياة مطورة وملبية لحاجاته ومتطلباته استعمل الإنسان مبتكرا مبتكرا استعمل الإنسان مبتكرا كبلكم مبتكرا لخلق حياة كديرا مطورة وملبية لحاجاته ومتطلباته تطلباته استعمل الإنسان مبتكرا لخلق حياة مطورة وملبية لحاجاته ومتطلباته سوف نصلنا نهاية الحصة إلى اللقاء